أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية عن تمكن فرقها من دخول مدينة تعز وتسليم مستلزمات طبية منقذة للحياة وعيث بعثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلادنا أنتوان جراند قال في تصريح نقره موقع اللجنة على شبكة الانترنت أنه تم تقديم ثلاثة أطنان من المستلزمات الطبية بما في ذلك مواد جراحية وسوائل وريدية ومواد التخدير التي تساعد في علاج المئة من الجرحة وأشارت اللجنة إلى أن المستلزمات الطبية وزعت من قبل فرق اللجنة الدولية على أربعة مستشفيات في تعز